عن الاعلام هؤلاء تعالوا معنا الى السيد الخوي السيد الخوي قدس الله نفسه في التنقيح في هذه المسألة الجزء الاول صفحة اربعمائة واهدعش اعزائي صفحة اربعمائة واهدعش هذه عبارته يقول التقليد في اصول الدين التفتولي اعزائي الى التقسيم الذي يقسمه وكم وكم هو غائب عن اذهان الطلب في الحوزة فضلا عن عوامل الناس يقول التقليد هو الاستناد الى فتوى الغير ومن الواضح الاستناد الى فتوى الغير هل يورث الانسان الاطمئنان والعلم او لا يورثه ها لا يورث هسا قد يورث وقد ماذا وقد لا يعني الان لو تسأل انت فد عامي فانسان غير غير اهل العلم تسأل انت اللي تقلد فلان ماذا يقول في اهل الكتاب يقول يقول بطهارة اهل الكتاب تقول لحاصل لك الجزم بطهارتهم يقول لا من يحاصل للجزم انا ما ارجع تقليدي يقول طاهر انا ما اقول جنو طاهر ولعله جنو نجز هو ما يتحمل المسؤول انا جنو الا يجيب هكذا اتقول لبابا فلان عمل ده سوي انت مت اصلا يقول لعله لو تقول لا يقول والله قلبي ما راضي اصلا ما راضي بس يقول ليش يسوي يقول والله مرجع التقليد ما لي يقول جنو يعني مو فقط ما عنده حتى شك هماتي انا لعله شاك من حيث من حيث القلب ها وان كان من حيث العمل يستندوا الى حجة شرعي اما في باب الخمس فحدث ولا حرج تقول لبابا تبطي الخمس واقعا لا اما قائلين يقول لا والله انا ما ادري قائلين لو ما قائلين لانه مسألة بس مرجع تقليدي يقول لي لابد تدفعون جنو فهو مع انه قلبيا ايمانيا شاك ولكن يعمل يقول التفتولي يقول مثل هذا التقليد في العقائد بارا باطل جزما ما يجوز لا دعت سيدنا يعني هناك اكو تقليد في العقائد جائز يقول بل من المسلمات اصلا يقول نعم هناك كلام اخر في انه اذا حصل اليقين من قول الغير مو انه يوجد شك وظن وعدم يقين يقتفى به في الاصول منه قائل بانه في العقائد ما يجوز التقليد من ان جاي بياده اذا انتبين هاي عبارة ولا يجوز التقليد في اصول الدين مقصودهم اذا لم يورثوا ماذا حسب بينك وبين الله هذا القيد منه خالي لا اذا سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه وكل اعلامنا هؤلاء يصلون الى هالنتيجة يقولون اعزائنا نحن في العقائديات نريد حصول العلم والاطمئنان النفسي من اي طريق حصل هسا بعض يروح يحصل هذا الاطمئنان من خلال الاستدلالات القرآنية من خلال الاستدلالات الكلامية من خلال الاستدلالات شنو عقلية فلسفية وبعض يحصل له الاطمئنان من خلال تلقين الاباء وبعض يحصل له الاطمئنان من خلال اصلا ما ادري رؤية اراه هسا تقول لي تقول لي سيدنا الرؤية مو حجة اسا ابين لك شو هي هي القضية لانه الان محل ابتلاء الان محل ابتلاء عزيزي الان محل ابتلاء وشديدا محل الابتلاء ابين لك مصادقة يقول المدار على هذا فاذا حصل لك اليقين طبعا مرادا من اليقين هنا مو اليقين المنطقي يكون في علمكم ترى هذا مراد العلم شنو ها الذي لا يخالطه الشك و الا اذا خالطه الشك بعد يكون علما لو يكون ظنا يكون ظنا يعني ينزله لا يروح ذهنك الى اليقين المنطقي او اليقين الفلسفي او اليقين الارستي اثبات المحمول للمحمول واستحالة انفكاك المحمول اصلا ذني العوام يعرفوها لو ما يعرفوها اصلا مو يمه ذني هنا عندما يقول يقين مراده هو اليقين الاصولي اللي احنا ميزناه جيان في كتاب القطع اليقين في علم الاصول ام ترى هو القطع مو مراده من القطع الاصولي الذي هو العلم العرفي وهو انه لا يوجد معه شك خلص لا يوجد معه شك يقول اذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الاصول او يعتبر ان يكون فيها مستندا الى الدليل والبرهان يكون كلام اخر انت عندما تريد ان يحصل لك اليقين هل يشترك ان تستند الى البرهان او يكفي ان تستند ماذا الى قول الغير يقول الا انه امر اخر اجنبي عما نحن بصدده وان كان الصحيح جواز الاكتفاء به يعني لا يشترك ان يكون عن استدلاع منه قيل هذا اذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين اسبابها اسبابهما وطرقهما انت نعم التفجيه من يريد ان يكون مجتهدا في العقائد ما يقدر يستند الى التراث ما يقدر يستند الى تلقين الابا لابد يستند الى ماذا شنو الى الاستدلاع اذا اليقين المطلوب في العقائد الجميع مطلوب منهم يقين ولكن اليقين المطلوب من المجتهد لابد ان يكون مستندا الى ماذا الى الاستدلال اما يقين العوام لا يشترط ان يكون مستندا الى الاستدلال بل حتى لو حصل له الاطمئنان او اليقين من قول الغير ايضا ماذا ايضا حجا بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة الى اليقين بالبرهان لانه يتشكل عند المكلف حين اذن صغرى وكبرى هسا سيدنا من نحتاج احنا منطق لانو انت قلت في مقدمة التنقيح نحتاج علم المنطق لو ما نحتاج والله غريب يا اخي هسا كبرى وصغرى واستدلال سيدنا اخوة هاي الكبرى وصغرى واستدلال اخوة الشكل الاول بي شروط وموانع حتى لا تقع بالمغالطة لعد شون يعرفه الصبيان يا عزيز يا مولانا الله 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 يرفع مقامك في عالم البرزخ ان شاء الله اخوة شنون اخر سبحان الله هذا الجزء الاول لم همات بيدي مو مكان اخر في صفحة اعزائها ها مبادئ الاجتهاد في صفحة واما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه اصلا ليش يقول لانه مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان يا عزيز يا اخر بينك وبين الله الصبيان يعرفون فرق الشكل الاول وشروط الشكل الاول وموانع الشكل الاول ومغالطات الشكل الاول يعرفوها مو الان انت دا تشكل على النائين وتشكل على ملا صدره والله دا تشكل في المنطق تقول له بانه هاي شرائط الشكل الاول متوفرة لو ما متوفرة يعني ملا صدره عبرع لي بتعبير ما شنو بعض شرائط الشكل الاول اجتماع النقيضين الوحدات التسع في اجتماع النقيضين بينك وبين الله اشقد من الاشكالات التي يريدها الاصوليون بعضهم على بعض نتيجتها عدم اجتماع شنو ها الوحدات بينك وبين الله هاي ما لت الصبيان هذه ولكنه لا اعلم بلا بلا حاشية بلا تعليق كما يقال قال يقول حين اذا صغرى وكبرى فيقول هذا ما اخبر به او اعتقده جماعة وما اخبر جميه جماعة فهو حق ونتيجتهما ان ذلك الامر حق فيحصل فيه الاقين خلاص هسا واحد يسترد خلي ذهنك الهات اذا الى هنا اعزائي اريد اوصل الى نتيجة حتى البحث انهيه الى هنا اعزائي اتضح هل يشترطوا في العقائديات ان يكون كل واحد من عندنا متشتهد هاي الذهنية هاي الثقافة اللي الان موجودة في اوساطنا يشترط لا الذي يشترط في العقائديات ان يحصل لكل انسان شنو يقين سواء باستدلاله هو او شنو ها او باستدلال خلط وين واقع في الثقافة العامة عندنا متصورين انه كل واحد لابد يجيز يصير شنو متشتهد لا اعزائي كل واحد لابد يحصل له شنو يقين